أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هي الأساس لمختلف مسارة التعاون الثنائي والشراكات الناجحة في كافة المجالات مشيرا سموه إلى الحرس على مواصلة دعم النجاحات على صعيد التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق رؤى وتطلعات حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة جاء ذلك لدى لقاء صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر إقامته في العاصمة الأمريكية واشنطن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين حيث أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما وصلت إليه علاقات البلدين الشقيقين من مستويات متقدمة من النمو والازدهار مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم على فتح أفاق جديدة من التعاون المميز في المجالات المختلفة والذي من شأنه أن يسهم في تحريق التكامل المنشود والتطلعات المشتركة ويحقق الرفع تولماء للبلدين وشعبيهما الشقيقين خلال اللقاء تم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي وآخر المستجدات الإقليمية والدولية